موسيقى مجز لأهم الأخبار من قناة الجزائر الدولية مرحبا بكم أكد ممثل جبهة البوليساري لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بوشراي البشير الخميس أن القرار التاريخي الأخير للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يكرس نقلة نوعية في تأكيد الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية مؤكدا أن الخطوة القادمة في المعركة القانونية هي تطبق هذه القرارات سواء الأفريقية أو الأوروبية لمحاصرة الاحتلال بقوة القانون وأوضح أبي بوشراي أن التطور الأهم في قرار المحكمة الأفريقية ينبع من سياقه الأفريقي وأن النتيجة كانت باهرة بأن ربطت المحكمة نظال الشعب السحراوي بالسياق التحرري في أفريقيا باعتباره استمرارا لطموح الشعوب الأفريقية في الحرية والاستقلال قالت الشرطة العراقية أن أربعة صواريخ أطلقت من شرق بغداد الخميس وسقطت بالقرب من المنطقة الخضراء بالعاصمة مشيرة أو مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء أو أنباء بعض عن وقوع إصابات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها وتسبب هجوم مماثل أمس الأربعاء في إصابة سبعة من أفراد قوة الأمن العراقية في المنطقة الخضراء ووقع القصف بينما كان البرلمان يجري تصويتا لرفض استقالة رئيسه وشهدت المنطقة الخضراء هجمات متكررة خلال السنوات الماضية إلا أنها كانت عادة موجهة ضد أهداف غربية دعت عدة نقابات عمالية في فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد الخميس للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد واحتجاجا على قرار الرئيس إمانويل ماكرو رفع سن التقاعد هذا وتسبب الإضراب الذي يستمر ليوم واحد في انخفاض قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية كما تم إغلاق بورج إيفل تحسبا للمظاهرات الحاشدة التي تعرفها فرنسا حسب ما جاء على حساب تويتر لمعالم باريس قال فاتح بيرو للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه من الواضح للغاية من من هي الجهة التي تقف وراء تخريب خط أنابيب نورستريم في وقت توعد الاتحاد الأوروبي برد قوي على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حادث خط نورستريم وقع في منطقة تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية مؤكدة فتح أجهزة الأمن الروسية تحقيقا فيما أسمته عمل إرهابي دولي بعد التخريب المفترض لأنابيب الغاز نورستريم وسيلتأم مجلس الأمن الدولي الجمعة بناء على طلب روسيا لمناقشة موضوع التسرب وفق ما أعلنت السويد وفرنسا الأربعاء أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن جارتها كوريا الشمالية أطلقت الخميس صاروخا باليستيا بالقرب من ساحلها الشرقي بعد إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى الأربعاء وجاء هذا الإطلاق تزامنا وزيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا حاريس لكوريا الجنوبية من أجل دعم الدولة الحليفة للولايات المتحدة هذا وارتقب أن تجري بيونج يونج تجربة نووية ستكون السابعة منذ 2006 والأولى منذ عام 2017 شرعت محكمة تابعة للأمم المتحدة في لهاي الخميس بمحاكمة رجل الأعمال الرواندية السابق ومالك محطة إذاعية فيليسيان كابوجا المقبوض عليه قبل عامين بتهمة التورط في إبادة جماعية حيث أكد القضاة إكمال المحاكمة رغم مقاطعة المشتبه به ويعد كابوجا واحدا من آخر المشتبه بهم المطلوبين للمحكمة التي تنظر في الجرائم الواقعة خلال إبادة جماعية عام 1994 عندما قتل متطرفون من أغلبية الهوتو الحاكمة أكثر من 800 ألف من أقلية التوتسي والمعتدلين من الهوتو ختم الموجز لأخبار أخرى وتفاصيل أكثر تابعونا على منصتنا الرقمية إلى اللقاء اشتركوا في القناة